كل المواقف التي اتخذها الامام امير المؤمنين بعد رسول الله هذه كان كتاب وحي نازل افعل كذا اسكت لا تتكلم تأيد لا تأيد هذا اللي كان لو كان اجتهاد علوي هذا هذا على المبنى بعد اذا قلت بانه كله وحي و الهام و تسديد اذا كل ما فعله من سكوته من تأييده من مبايعته انصحت البيعات من 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 منصحته للحكم القائم من 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 هذا كلها وحي مماذا وحي ممن من الله و هذا لازمه اذا جاي وحي من الله انه انصح الحكام بعد رسول الله لهم شرعية لهم شرعية لهم شرعية لهم شرعية وليست لهم شرعية عجيب قولوا لابد تلتزمون بلا واسبة ماذا هسا نعم اما اذا جعلنا اجتهادا علويا هذه المصالح كانت وقتية في ذاك الوقت امير مؤمنين وجدهم قال انتوا تقرأوا النهج البلاغة من اوله الى اخريه يقول بيني وبين الله وجدت بانه الامة الاسلامية محاطة الان بماذا بقوتين عظميين يعني الفرس والروم اذا اي اختلاف يقع داخل قطب وعاصمة الدولة الاسلامية سينقضون علينا من الخارج ويقضون على التجربة كاملة فصبرت الله سلام الله عليك يا هذه تضحية الامام امير المؤمنين فصبرت وفي العين اذا وفي الحلق شجا ارى تراثي ينهب ينهب يا اشوف يا امير المؤمنين انت مو الانسان الذي تسكت عن الحق مو الانسان الذي تقبل وبتعبير العلامة الالوزي لا تذكرون قال الاسد الاشد الذي لا تأخذه في الله لو ما تلائم ليش صبرت ليش صبرت انت يعني انت اقل شجاعة من ولدك الحسين بن علي الجواب يقول لا ظرفي كان يختلف عن ظرف من عن ظرف الحسين بن علي ظرفي وين ظرف الامام الحسين وين وهكذا تعالوا معنا الى من الى الامام الحسن عليه افضل الصلاة والسلام هذه تدابير حسنية هذه مو رسالة جاية روح صالح منه معاوية ابدا مو هكذا هذا متروك لاجتهاده وللتفويض المفوض اليه وهو شخص هذا شنو هذا هو التكليف مع حفظ هذه النقطة شوف هي اعكد حتى انه لا يقطعون كلامي غدا مع حفظ هذه النقطة انه مو اجتهاد قد يصيب وقد ماذا وقد يخطي لا اجتهاد مصيب اجتهاد مفروض الطاحة لا يحق لأحد مخالفته في ذلك